أبدأ ونعرف طبعاً أنتم كمان من متابعاتكم هتكون مختلفة للانتخابات لأنه في مرشح لحزب الوفد في هذه الانتخابات هل تحب نبدأ من المرشح ولا نبدأ من الانتخابات عموماً؟ هما الاتنين مرتبطين ببعض هو لولاً انتخابات لما بقى في مرشح أخذ بقى لحضرتك احنا طبعاً مرشح الدكتور عب سند يماما ده أستاذ قانون دولي خاص رئيس حزب الوفد ورأس حزب الوفد عنده برنامج انتخابي كبير أعلنوا على الجميع سواء في القناة الفضائية أو للمواطنين في أماكنهم عدوا مجموعة كبيرة من أساس الاقتصاد والعلوم السياسية تضمن كل ما يهم الشعب المصري ويؤن منه الشق الاقتصادي والتعليمي والتشريعي وكذلك الخاص بالأمن القومي المصري وبدأت الانتخابات مبارح وإحنا عملنا غرفة عمليات كبيرة في الحزب لمتابعة الانتخابات في مصر من شالتين لحلايب لحد اسكندرية وفي كل الأماكن ولاحظنا مجموعة من الملاحظات أستأذنك أننا أديها للمشاهد المصري طبعا أولا كان الإقبال الأمس كان إقبال جيد تفوقت فيه المرأة المصرية كان عادة في نسبة الإقبال من بعد أحداث يناير وهي دائما صاحبة التواجد والظهور إحساسها بالوطن إحساس عالي جدا وإحساسها بالأسرة اللي هي أساس الوطن إحساس عالي جدا بتطلع وبتعبر عن رأيها في حرية كاملة ما فيش تجاوزات انتخابية ولا خروقات على مدار يوم أمس غير بعض الأمور البسيطة التي لا تؤثر ودي أهم حاجة لا تؤثر في سير العملية الانتخابية وكذلك لا تؤثر في تصويت المواطن المصري اللي هو مواطن زكي ومواطن حر ويعرف يختار بالشكل المناسب النهاردة اليوم الثاني الإقبال برضو أيضا تابعنا في الساعات الأولى إقبال مقبول جدا وبرضو المرأة فيه غالبا ثم من تجاوز سن الأربعين فيما فوق ثم الشباب بالترتيب غرفة العمليات لحضراتكم طلقت أي شكاوى؟ حصل أي حاجة حضراتكم رصدوها؟ احنا كل اللي رصدنا من أمس حتى اليوم لا توجد أي شكاوى غير حاجة واحدة بس ودي طبعا مش مؤسرة في التصويت إن حد من منادبنا دخل لقى صورة السيد مثلا الرئيس في غرفة الناظر اللي هي غرفة التصويت طب ودي طبعية لأن الرئيس المرشح الحالي كان رئيس الجمهورية عندما كانت هذه الصورة موجودة وهذه لا تؤثر في العملية الانتخابية مع عدد ذلك الأمور مشي في السلاسة وانسجام ما بين الهيئة الوطنية الانتخابات والقادر على الصندوق والمواطن الذي يدخل ويدلي بصوته وكمان بشكر الجيش المصري والشرطة في تأمين العملية الانتخابية تأمين غير مسبوك تأمين العملية الانتخابية